ستة أشهر هي مدة برنامج الدبلوم المهني الذي اختتم أعماله في المكلة بمشاركة 75 إعلامية من محافظة حضرموت المشاركون ضمن البرنامج تلقوا العديد من المهارات العلمية والعملية وفق أحدث مناهج الإعلام المعصر والتي هدفها تحسين أداء المنخرطين في مجال الإعلام وإضافة القبرات ومدهم بالمهارات اللازمة لتخريج كادر إعلامي متمكن في نطاق تخصصه ويأتي هذا البرنامج بتمويل من مؤسسة العون للتنمية وتنفده جامعة حضرموت عبر كلية التعليم المفتوح وبإشراف اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت طبعا كان الدبلوم عبارة عن 102 ساعة تدريبية هي دبلوم مهني اعتمدنا فيه على جزء على أخطاء اللغة للإعلاميين وما كنا نسميه طبعا بلغة الإعلام أما الجزء الآخر كان عبارة عن تقنيات الصحافة والإعلام اعتبدنا في هذا البرنامج أن تكون هناك تطبيقات بشكل كبير لإعلاميين ليستفيدوا ومن ثم أنهينا هذا الدبلوم باختبار سيكون فيه شهادة معتمدة من جامعة حضرموت كلية التعليم المفتوح المهارات والمعارف التي استقاها المشاركون لاغين عنها في حقل الصحفة وبالذات تلك المتعلقة بإيجادة اللغة العربية وتصحيح الأخطاء الشائعة حيث تم الحرص على توظيف كادر تدريبي متميز قادر على تقديم المفاهيم للتقنيات الإعلامية الحديثة هذا البرنامج جاء من واقع احتياج في المهارات الإعلامية واللغوية أيضا كذلك للشباب الإعلاميين هذا البرنامج جاء ليثري هذا الاتجاه في الجانب الإعلامي نتمنى إن شاء الله من الشباب الإعلاميين أن يستفيدوا من هذا البرنامج وأن يعكسواه واقعا في حياتهم حتى يستطيعوا أن يزاولوا مهامهم الإعلامية بكل يسر وسهولة وتصير سجية فيهم أحاديثهم وأفكارهم الإعلامية الجميلة المشاركون خضعوا الانتحان نهاية البرنامج حيث سيتم الإعداد الاحتفال يتخلى له توزيع للشهادات على الإعلاميين والغاية هي انعكاس ما حواه البرنامج على الواقع العملي لكل متدرب وبما يقدم الساحة الإعلامية للمحافظة ككل معتز النقيب لقناة يامن شباب المكلة